قررت سلطات الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن وزير حرب الاحتلال أقر خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة من ضمنها مناقصات أو مناقصات تسويق أراضي لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريل المقامة على أراضي سلفيت ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول في حكومة الاحتلال أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية سيعقد الأسبوع المقبل جلسة من المفترض أن يمنح فيها الترخيص اللازم للشروع ببناء 1370 وحدة استيطانية جديدة في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة